اشتركوا في القناة بمناسبة اطلاق المهرجان العالمي عرب عن بالغ الاعتزاز برعاية جلالة الملك المفدى للمهرجان الذي جاء ايمانا من جلالته لتبيان الدور الرائد للبحرين على المستوى العالمي في تحقيق التنمية المستدامة واشراك شبابها وشباب العالمي في تحقيق هذه الاهداف واكد سموه ان الاهتمام بهذه الاهداف نابع من الاهتمام المباشر من قبل جلالة الملك المفدى الذي جعل البحرين من الدول الرائدة في مجال تحقيق التنمية المستدامة فهو ما ظهره التقرير الطوعي لمملكة البحرين لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بالاضافة الى تضمين الحكومة الموقرة برنامج عمل اجراءات تنفيذية للاهداف واشار سموه الى ان البحرين تهتم بالاستثمار في طاقات الشباب لذلك يمثل المهرجان واقعا لسماع صوت الشباب وفتح الابواب امامهم للمشاركة في صنع القرار خاصة بما يتعلق بتحقيق اهداف التنمية المستدامة وبيّن سموه ان المهرجان سيسعى الى تعريف اكبر شريحة من الشباب اهداف التنمية المستدامة وتشجيع الشباب لتحقيقها وتعريفهم بجهود ومبادرات البحرين في سبيل ذلك اشتركوا في القناة